السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم متابعين قناة Good Twins طبعا جماعة اليوم إن شاء الله بديكم موضوعي عن أسباب رفض المدونات أو قنوات اليوتيوب هلوقت أنت الله أعطاك مدونة تمام واشتغلت فيها وكله تمام وطلعت وقدمت لشركة AdSense تمام يا صاحبي؟ طيب وإنت بتقدم استنىتلك يوم واثنين وثلاثة وإيدك على قلبك يا مسكين بتستنى هل حيقبلوا المدونة أو هل حيرفضوا المدونة طيب على افتراض يا صمح الله رفضوا المدونة انت في هذه الحالة إيش اللي بدك تسوي يا جماعة بالله عليكم أنا تكلمت في أكتر من فيديو عن هيك موضوع لكن أنا حابب أبسطها إلك عشان أنا أساعدك أول شغلة بدي تعملها جبل حتى ما ترسلني أنا أنا مستعد أساعدك لو ترفضت في AdSense وأنا هخليك تنقبل قسما بالله طبعا إن شاء الله جبل كل شيء إنه لأساعدك للنهاية بس كل اللي طالبوا منك أول شغلة أول شغلة بدي تلجأ إلها تمام بدي تخش على حساب الـ AdSense تبعك على مين على حساب الـ AdSense تبعك تماما جماعة أنا هلوقت دخلت على حساب الـ AdSense بدي أدخل على قسم اسمه قسم المواقع تمام دخلنا بالشكل هات بعد ما ترفضت المدونة طبعا على افتراض إنه هاي المدونة اللي أنتوا شايفينها تمام اترفضت عندي على افتراض طبعا لما تترفض عندي بيجي وبكتب لي بحاجة موقعك إلى عناية كل اللي بد تسويلي إياه تمام تدخلي هان وتضغط على كلمة عرض التفاصيل طبعا مش راح يكون عندك موجود هذا لأنه أنا قعدته مثلا فهو هيكون عندك مكتوب المشاكل تمام بتصورها وبتحاول تسأل تعالي عمو وتواصل معي سعيدها قول لي أنا عندي مشكلة 1-2-3 مثلا كتبين لي شركة ادسنس إنه المحتوى غير قيم أو مثلا كتبين لي مثلا شركة ادسنس إنه في مخالفات عندي في الموقع نفسه تمام اللي هو انتهاك السياسة هيك أنا بأقدر أحلك بأفهم المشكلة اللي عندك اللي أصبحت عندك فبحاول أساعدك وبقولك إيش تسوي كيف لتحل المشكلة هادي وتنجبل كمان تاني يوم طيب ماشي على افتراض إنه الشيء اللي كان شيء غامض إحنا مش عارفينه أو متوصلنا إلو إحنا في هادي الحالة إيش بدنا نسوي خلينا نطلع بشكل عملي بصلي يا معلم هلوقت هذا حساب ادسنس تمام إيش بقول لي هنا شكرا لإرسال موقعك المهم إنه تم رفض الموقع تم يا جماعة رفض الموقع زي ما أنتوا شايفين يجب إصلاح بعض المشاكل على موقعك قبل أن يصبح جاهزا لبرنامج ادسنس في هادي الحالة تمام نفترض طبعا إنه إحنا اطلعنا ودخلنا حساب الادسنس قسم المواقع تمام وعملنا عرض التفاصيل لنشوف المشكلة لكن ما فهمنا كيف بدنا نحل هاي المشكلة زي ما أنا عامل في الصورة هادي تمام في هادي الحالة إحنا إيش بدنا نسوي إيش اللازم نعمله على أساس نفهم كيف الحل الصحيح لهاي المشكلة على أساس نستعجل نكسب وقت لصالحنا يا جماعة حاولوا تفهموا حاولوا تفهموا أنت لو دخلت منتدى ادسنس فيك ترسل ناس زينا ناس عرب ناس عرب والله العظيم عرب بردوا عليك بردوا عليك وبقولوا لك إيش المشاكل هما الناس طيبين بجاوبوك يعني هما أصلا طبيعة شغلهم هيك طيب ماشي خلينا ندخل إحنا بشكل عملي زي ما أنتوا شايفين أنا إجيت كتبت هنا في المتصفح كلمة منتدى ادسنس تمام إجيت ضغطت هنا وقلت له هاي منتدى ادسنس أول صفحة هي اللي فتحتها تمام فتحت معي يا جماعة بالشكل هاد أنا هلقيت بدي أرسل الشركة وأفهم المشكلة اللي عندي في الموقع فأنا إيش لازم أعمل بصلي يا معلم بتيجي وبتنزل تحت للنهاية في كلمة طرح سؤال الآن هي اللي بدأ أضغط عليها بالشكل هاد تمام هلقيت السؤال هذا اللي هان إيش بدأ أكتب أنا فيه بدأ أجي بدأ أرسل الشركة أنا كل هدف إني أصلح موقع وأكسب الإعلانات فباجي بقى أقولهم لماذا تم رفض موقعي أو لماذا تم رفض قناتي نفس السيستم يا جماعة التنتين نفس الإشي وبقى أضغط كلمة متابعة لأنه هيك هيك القناة والموقع وأي أن كان كله تابع أصلا لشركة جوجل واللي برد عليك أصلا هم شركة جوجل منتدى ادسنس هي نفسها جوجل فيها عرب ناس عرب بردوا عليك خلال 24 ساعة هيني إجيت ضغطت هان هان بقول لك اختار لهو إيش يا إما موافقات الموقع أو القناة هي هي نفس المعنى كلمة موافقات الموقع اللي أنا علمت عليها هذه تمام هي نفسها موافقات الموقع أو القناة طيب ممتاز باجي هنا مثلا وبدأ أقول له بقول لي هنا إيش نوعي للجهاز تبعك طبعا أنا بدأ أقول له الويب لازم هدي تنضف زي هيك وباجي بأقول له متابعة هالوقت هنا بدأ أرسلهم أنا بكتب لهم السلام عليكم تمام لا قد تم رفض موقعي في ادسنز ولا اعلم ما سبب المشكلة ارجو توضيح الامر وشكرا لكم بشركة ادسنز وبعد ما اخلص تمام بعد ما اخلص اكتب الكلام هاد بقاجي وبقضيف الموقع التابعي بس بقضيفه بالشكل هذا تركزه معي بقاجي يا جماعة بقضيفه بالشكل هذا www. مثلا joker0.de.com بكتب رابط الموقع على اساس يقدر يدخل عليه الاستاذ اللي بكلمني عشان يشوف لي ايش المشكلة بالزبط يقدر يجاوب نصاح طيب بدي افترض انه انا نفس الاشكالية صارت معي على القناة اجيت قدمت لادسنز تمام وما انجبلتش او طولت يعني انا اليوم مثلا جدمت للقناة وانتظرت 3 ايام على اساس يجبلوها فيهيك حالة ايش بدي اسوي هل انا لازم انتظر لا يا عمي انت لما تقدم قناتك لتحقيق الدخل مباشرة في نفس اليوم ما انجبلتش مباشرة ضلك اكبسهم رسائل كيف يعني شوف لي يا معلم بصلي كويس بصلي يا معلم هلوقت انا القناة تبعتي القناة تبعتي اطلعت قدمتها لشركة اتسنز تمام اللي هو تحقيق الدخل وما شاء الله استنى يا سيسو استنى يا سيسو عبل ما يقبلوها اخدوا يوم الله طب ايش القصة ولك يا عمي قناتي انا محتوىها مميز فباجي وطلع هان لو ايش بقول لي هان او اطلعت انا ارسلهم قبل كان ردد علي واحد ويقول لي المواضية عندك معاد استخدامها ومنها الكلام هات لان ايش طلعت دننتو والله العظيم بعد تلي يمكن حوالي 40-50 رسالة اتمنى بس توضح كيف يعني انا مكرر نص تبعي وانا مسدل بصوت روحات في كل فيديو وعامل منتاج لكل واحد ارجوك تفهمني الخلل ما بدي اتعاقب شهر فهمني انا كيف انا عامل محتوى مكرر او معاد استخدامه تمام وانت اصلا يعني من وين لوين حكمت عليك انت دخلت قناتي بس السبب اللي خلاي يكتب كلمة مواضيع مكرر يا جماعة انه انا لما اطلعت ارسلهم في المنتدى واكتب التفاصيل للاسف ما اضفتش الرابط تبع القناة تبعتي هذا السبب والخلل طيب ممتاز هذا الدليل تمام طلعوا اردوا عني مواضيع مكررة قال منهم اترفضت في ادسنز المهم بعد ما اخلصت كله تمام لهو بعت لرسالة تانية بقول لي اهلين تم تفعيل الربح في قناتك لكن قد يظهر لك علامة دولار محتوى غير ملائم والافضل تبديله بمحتوى شاشة كامل وكمبيوتر ليس جوال وبقول له ان شاء الله ولا ايهن المهم تم تفعيل الداخل الله يخلف عليك يا معالمين هذا هو اللي بدنا ايه فجزدي يا جماعة اللي انا بدي اواصله اللي انا بدي اواصله انه انت لازم تشتغل لازم ترسلهم اول باول يعني انا ما بديش تحط ايديك على جلبك تمام ويجي لك ضغط ويجي لك سكر وانت جاعد تستنى على اساس يقبلوا القناة او يقبلوا الموقع لا لازم انت تفهم السبب ليش الشو اللي بصير بالزبط معك لازم تسع كل ديتها يعني رسالة بدك تبعتها الهم وبدك تستنى الرد بردوا عليك طبعا هما احنا احنا العرب تمام الرد انا طبيعتي بيصني لما بدي ارسلهم في حدود الساعة 11 في الليل يعني 11 مساء بيصني الرد او 12 بالزبط تمام بيصني الردود منهم ايان كان واول ما يصني انا كمان وقالاقي رد مش مناسب بطنع مباشرة بقى رسله بكبسته جوابين ثلاثة ما تخافش بس انت برضه كون لبق يعني في الكلام تمام يعني كلام موزون ومفهوم ادسنز ما بتقدرش تضرك او المنتدى الفريق طبعا منتدى ادسنز كل همه الوحيد انه يخدمك وانا حكيت من البداية ادسنز ما بتنضرش يعني لما تشغل بدل الموقع مليون موقع هما مستفدين عرض الاعلانات هادي لما تظهر على موقعك هما كمان بيستفيدوا فيق لهم نسبة 40% فغصبا عنهم بدهم يقبلوا بس قول جسطك انه انت لازم تحل المشاكل لازم تفهم اشي اللي تسويه بالزبط اتمنى انه تكون الزورة وصلت يعني لو صار عندك اي مشكلة مباشرة لازم ترسل منتدى ادسنز طبعا انا الرابط راح احط في وصف الفيديو اتمنى يا جماعة انه تكون الصورة هيك وصلت 100% تمام وانا ان شاء الله الفيديو الجديد هيكون عن جوجل الاصدار الجديد كيف تسبته من خلال الهاتف الله يعطيكم الف الف عافية وكل الشكر لكم السلام عليكم